يقول بعضهم ان منهج الدعوة السلفية في التغيير قائم على التصفية والتربية وهو امر مفهوم واضح كما سبق قريبا فهل من الممكن تصور التغيير المنشود لانظمة الكفر وانشاء الدولة الاسلامية المنتظرة نتيجة القيام بمنهج التصفية والتربية هذا فقط طبعا هذا يستلزم التربية يستلزم التكتل الذي قلنا عنه اعرفا هؤلاء يسألون هذا السؤال نحن نقابل سؤالهم بسؤال كيف قامت الدولة الاسلامية في الاول في اول ما نشأت كيف قامت اليس على التربية والتصفية هذا هو جوابنا التاريخ يعيد نفسه هم يتوهمون ان لا نقصد التربية تصفية والتربية اننا لا نعمل لا نجاهل لا نحمل السلاح لا نقاوم الكفر هذا ليس من من ضمن التربية والتصفية بل ذلك العكس هو من لوازم التربية والتصفية ان نعمل لذلك لكن البحث متى يكون هذا نعمل لذلك نعمل لذلك